ونسى بنكمل مع حضراتكم فقراتنا وخلونا نحتفل باليوم العالمي للمرأة 8 مارس من اكتر من 100 وشوية سنين يعني الستات قدروا ينضلوا ويحصلوا على بعض الحقوق اللي ليه علاقة بظروف العمل وبحقوق المرأة بشكل عام بعد 100 سنة النهاردة احنا بنحتفل ومازال المرأة عندها مطالب ليه علاقة بوضعها في الحكومة ليه علاقة بوضعها في لجنة سياغة الدستور مطالب واضحة جدا عشان كده المسيرة اللي هتبقى النهاردة الساعة 4 اللي فيها مجموعة من النشطات النساء وكمان الرجال لانه الموضوع مش بس يخص النساء يخص المجتمع بشكل عام خلونا نتكلم عن اليوم العالمي للمرأة ونتكلم عن وضع المرأة مع ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الأستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام لشوية السياسية نهارك سعيدة صباح الخير عليكم صباح الخير والحقيقة احنا سعداء انه رجل هو بيتكلم عن حقوق المرأة بيبقوا شايفين ان احنا بننحاز لحاجة ولكن الحقيقي انه الرجل الواعي الرجل المثقف الرجل المصري اللي بيحب مجتمعه اللي بيحب بلده هو اللي لازم يحافظ على عماد المجتمع وعلى حقوقها انا عايز اقولك على حاجة في البداية انا حزين على وضع المرأة في مصر تقولي لي ليه ليه اما تيجي تبص للبرلمان حاجة مؤسفة حقيقي مجلس الشعب زكوري بامتياز يعني بمعنى افيقى خمس ستات ولا سبعة ولا تمانية طب فين المرأة المصرية المرأة المصرية دي شاركت في نضال علشان مصر دي تتحرر شاركت في الثورة انا شفت ستات في مدان التحرير الاف من السيدات شاركه ومن كافة الطبقات الاجتماعية ومن كافة الفئات ومن كافة الخلفيات الثقافية وموظفات ومثقفات واعلاميات وخلافه يعني دفعوا التمن وقبل كده المرأة دي اللي خرجت من سنة 1919 مش معقولة انه قاسم امين كان في بداية القرن العشرين بيتكلم عن تحرير المرأة والنهاردة الناس عملها بيقول لا المرأة لازم تلبس نقابل لازم المرأة تقعد في البيت وكمان ميدخلهاش البرلمان والبرلمان ده اداة التشريع يعني ده الغرفتين بتوعه سموهم في الغرب الغرفة العليا الغرفة السفلة اللي هو مجلس الشعب ومجلس الشورى انه مفروض المرأة تبقى موجودة لانه ازاي النهاردة انت هتشرعي المجتمع نص من النساء في غياب النساء ده كلام غير منطقي وبعدين جزء بالغ الاهمية قضية بالغة الاهمية كلنا لابد ان احنا نتكتف وراها انه المرأة ينبغي ان تكون فاعلة ينبغي ان تكون ناشطة ينبغي ان تكون في قلب المجتمع ليه لانه المرأة عليها اعوالا بتعمل وفي الفلاحين بتلاقيها في الغطان من الصبح بتعمل خمسين الف عمل الموظفة عندها ولاد وبتشتغل وترجع من البيت وجوزها يقول لها مش عارف ايه عندك مشكلة كبيرة اسمها المرأة المعيلة عندك فيه ظاهرك انا عايزة بس احكيلكم على حكاية عن حكاية الجندر واللي هو التكافؤ بين الجنسين انه السنة اللي فات كان فيه مؤتمر حوالين هذا الموضوع انه لازم يطبقوا معايير التكافؤ بين الجنسين الرجل والمرأة في اماكن العمل وان الوزارات المصرية كلها لابد انها اطراعي هذه المسألة فكان معانا النقابية وزميلة الكاتبة الصحفية الكبيرة امينة شافيه فكان بتتكلم على مسألة المرأة الرجل النطع مصر بقى فيها ظاهرة الرجل النطع معرفش انت سمعت عن الظاهرة دي ولا لا سمعت الرجل النطع اه طبعا اه طبعا عارف ايه هو الرجل النطع الرجل بقى في البيت وستة هل تشتغل بتصرف حشيه الرجل القاعد في البيت ومش عايز يشتغل وفي كامل صحته وقاعد مش عايز اقول قاعد متنال على عينه وبياخد مخدرات وبياخد حشيش وبياخد نيلة وهي بتشتغل وبتجيب له الفلوس ودي ظاهرة انا بتكلم عن ظاهرة انا بتكلم عن ظاهرة على المستوى العلمي يعني انا بتكلم عن ظاهرة انا بتكلمش عن حالات صحيح معظمهم خادمات في البيوت اه دي مسألة مؤسفة للغاية فبالتالي هذا المجتمع لابد ان يقف وراء المرأة النهاردة يوم المرأة العالمي لازم الناس كلها تخرج تشارك في المسيرة ومش عايزين بقى نسمع كلام يقولك المسيرات بتعطل او مش بتعطل احنا عايزين نصلح حياتنا احنا عايزين نصلح حياتنا وجزء كبير من حياتنا ان المرأة يتم رد الاعتبار لها ما ينفعش بعد مئة سنة من ظهور قاسم أميمية وعشر سنة من ظهور قاسم أمين ان حقوق المرأة تهدر وان حقها مثلا في قوانين الاحوال الشخصية هيطلعوا بقى رجالة يتكلموا على موضوع الحضانة ومجر الحضانة في مشاكل وخلافه قوانين الاحوال الشخصية يعاد النظر على المرأة باعتبرها مرأة وفقط او نميز ما بين مرأة ورجل فيه اتفاقية اسمها اتفاقية السيداو اللي هي منع ومنهض التمييز ضد المرأة دي اتفاقية دولية ودايما بتعمل اجتماعات بيعملوا اجتماعات الأمم المتحدة في المقر الأوروبي في جينيف ومصر موقع على اتفاقية السيداو اللي هو منع ومنهض التمييز ضد المرأة في كل المجالات وجزء مهم وبيفرضوه على فكرة على الدول الأوروبية انه معدل تمثيل المرأة في البرلمان ينبغي ان ينقص عن حد معين النهاردة ده مصيبة اللي احنا فيها برلمان فيه 8 ستات ومسمعها مش حسط كمان لا يعني قولي فيه بعضهن بيتكلموا يعني لكن 8 ستات 9 ستات من اجمال اعادة الأعضاء لا فيه هنا فيه علامة استفهام كبيرة وفيه خلل وبعدين هذا فيه سؤال مهم بنوجهه لإخوان المسلمين ونقول لهم هل بيتم النظر إلى المرأة لغاية النهاردة باعتبرها عورة لماذا لم يتم الدفع بمرشحات على خوائم حزب الحرية والعدائلة وبنقول السلفيين برضو اللي رفضوا يحطوا صورة المرأة في الدعاية الانتخابية وحطوا مكانها وردة وخلافه باعتبر المرأة عورة هل المرأة عورة هل النهاردة سنة من إنشاء الدولة الحديثة في مصر من قائم محمد علي بقى نتكلم على المرأة زكاية عورة ولا مش عورة ايه هذا الكلام ده يعني المرأة الجادة احنا طول عمرنا الجيل بتاعنا مثلا لما طلعنا نشأنا لقينا الست بتلبس اللي بتلبس لبس مهزب وبتنزل للعمل لحد اللي بيصلها لايمين ولا شمال ولا حد بيقول لها لا أنت لازم تبقي منقبة ولا محجبة أنا لأ ودين لا الحجاب ولا النقاب باعتباره أحد الحريات الشخصية لكن لا ينبغي الدفع بالمجتمع بالكامل والضغط ومارس الضغوط على المرأة ووصمها يبقى عندنا كده حكم جدجمنتل زي ما بيقولوا حكم قيمي بمعنى لو أنت مش محجبة يبقى أنت مش كويسة ده لا ينبغي أن يكون في المجتمع لأن مصر دولة حديثة احنا ما احناش دولة كان فيها قبائل زي الدول اللي حوالينا ودولة حضارات أديمة وعندنا تراكم ثقافي بلغ الأهمية فضل قلت كذا حاجة في نصر أنا كنت عايزة أقف عندها واحد وهو قلت الحاجات القوانين لي علاقة بالأحوال الشخصية اللي حاولوا يشوهوها لأنه فعليا لي علاقة بالأسرة ومصنحة الأسرة بشكل عام حاولوا يشوهوه يقولوا ده قوانين سوزان مبارك علشان يكسبوا التأييد الشعب فنريضا في تعليق حضرتك أنا لا يعنيني من أصدر القوانين لكن أنا اللي يعنيني هل هذه القوانين بتحقق مصالح المجتمع والمرأة مش بس المرأة والطف أنا قلت الأول المجتمع هل بتحقق مصالح المجتمع والمرأة هل بتعمل توازن في المجتمع إن شاء الله يكون من أرؤوش لعمل القوانين دي لكن في النهاية هل القوانين دي مفيدة للمجتمع ولا مضرة بالمجتمع فبالتالي لو عندنا أشياء إيجابية علينا أن نحن نحافظ عليها ومش لازم بقى إنه كل ما كان قبل 25 يناير ده لازم نعدمه في النهاية لابد أن نحن نطبق القانون يبقى فيه معايير واضحة فيما يتعلق بالتعامل مما قبل 25 يناير ونشوف إيه الصالح في قانون الأحوال الشخصية إذا كان هيفيد المرأة وهيفيد الأسرة في شكل عام والطفل والمصلحة الطفل نبقى عليه والله لو فيه مثالب وفيه مشاكل خلاص نطالب بتعديله ويتم الدفع به عبر السلطة التشريعية اللي هي البرلمان وبهدف تغيير القانون بحيث يطلع لنا قانون آخر أكثر صحة للأسرة وللمجتمع الحقيقة أستاذ جمال إنه في بعض التصريحات الحقيقة خوف لما يكون حد من مرشحين الرئاسة زي دكتور سليم العوة يصرح مثلا ويقول إنه هو زوجته طبيبة أنا لو وصلت للرئاسة أنا هقعد مراتي في البيت وكل السيدات هيعودوا من شغلهم لما يبقى فيه داعية سلفي زي حازم شمان يقول إنه حل يعني لمشكلة البطالة إنه الستات كلها تقعد في البيت اللي بيشتغلوا والراجل يتجاوز أربع ستات فيبقى كده حل العنوصة وحل البطالة حقي تصريحات تخوف والدحك حدتك شايف إن ده يعني حطتنا في شكل عامل وزي والفترة اللي جاية إحنا ممكن نعمل فيها بصي أنا شايف إن المصريين أكثر زكاء من هذه التصريحات ليه؟ رغم الكلام اللي بيقوله الدكتور محمد سليم العوة أو اللي بيقوله حازم صلاحة بسماعين المرأة في الريف بتخرج وشهاها مكشوف يديها مكشوفة بتعمل في الحقل وغصب عنهم هتخرج وهتساعد جزها وبتشتغل تصحى من الفجر جزها يروح يصلي هي تكون مش عارف حضارة البهايم واللبن وعملت الجبنة وطلعت على الغيط وساعدت جزها يا جماعة ده بيحصل في مصر بقى الأكثر المرأة في السعيد يعني نحن نتوقع للأجل في السعيد بس في كل حتة في مصر من خمس ستة لاف سنة المرأة تعمل تعمل وبعدين السيدات في مصر ما كانش في عندهم لا حكاية الحجاب ولا النقاب يعني كان بيحطوا طرحة حرير ما عرفش انت تشوفوا ده في الأفلام انتوا بحكم انه صغيرين لسه في السن شوية فحط طرحة حرير وتبقى محتشمة لكن وشها مكشوف وبتخرج للعمل لأنه لا يصح ان انا اجيب الستات وحطها في صندوق اسود وقال لهم لا اخش جواه وبعدين انا شايف زي ما قلت في البداية المصرين اكثر زي كان ولان يتقبلوا هذه التصراحات الحياة العملية مع الاعتدال المزاج المصري مزاج معتدل مزاج متسامح مصر ربنا خلقها نهر النيل في النص كده ارض منبسطة والمية بتيجي للفلاح بالراحة فبيزرع الغيت ما عندوش تطرف ما احناش مجتمع جبلي لا ده مجتمع زراعي قديم وكان فيه رخاء ووفرة وبالتالي مزاج المصريين معتدل فتلاقي المصريين بيحافظوا على فروضهم وبيصلوا او بيروحوا الكنيسة وفي نفس الوقت عايزين برضو يفرفيشوا ويمبسطوا المصريين كلهم كده بشكل عام ويحبوا يسمعوا مزيك ويحبوا يسمعوا اغاني فكلام بتاع المرشحين الرئاسة يعني انا بارجو انه يبقى اكثر رجدا لانه ما حالش يسمع هذا الكلام وعلى المستوى العام صعب تطبيقه طيب برضو عايز اتكلم على فوز كلام حداك من شوية اتكلمت على تفاصيل يلقى بالاحزاب الاحزاب الدينية او المنسوب الاسلام السياسي يعني زي الحرية والعدالة اللي بيطالب بإلغاء المجلس القومي للمرأة ومعرفش في حملة مش فهمين ليه حصل ضد المجلس القومي للمرأة بعيدا عن عشان يبقى برضو واضحين ممكن يبقى فيه مشاكل يلقى بالمجلس القومي المرأة يمكن يبقى فاحنا محتاجين ممكن ننظر له ان احنا نشتغل عليه بس نلغيه وكأنه ملوش لازمة ده يخليني لا هو العبرة زي ما انتي قلت المجال ازاي بتعمل ايه وطريقة عملها ازاي وطريقة اختيار الكوادر بتتم ازاي وهل هتتم بنفس الطريقة القديمة ان الحزب ان الحزب الوطني المنحل عايز يدفع بواحدة معندهاش كفاءة علشان تبقى عضو المجلس القومي المرأة ويعود يلمعه فيها ويبروزه فيها وهي في الاخر برطة لا بتجيب ولا بتودي قلت لابدين النهاردة برطة ونطع الاتنين بس نارحة يعني لا انا بقى اتكلم على ان لازم يبقى فيه فيه معايير زي ما انت ذكرت برضو انت قلت حاجة مهمة تقول كل المؤسسات فيها مشكلات لكن لازم توفر ما يسمى بالجوب ديسكريبشن ان التوصيف الوظيفي ان المؤسسة الفلانية التلفزيون مثلا بتاع الدولة ان فيه 43 ألف عامل انه لازم نشوف محتاج كم محتاج كم فني محتاج كم موزيع محتاج كم موزيع واللي يخدموا عليهم من الإداريين قد ايه لان دي ما ده مش معقولة يعني انا في اعتقاد انه 40 ألف واحد ما لهمش لازمة في هذا المكان والمكان فيه هدر ومبنى ضخم جدا ولابد ان يعد استثماره بشكل ما او بآخر وانه يعملوا استوديوهات جديدة في مدينة المتاج الإعلامي ده اللي شايفه أنسب لانه هيحل مشكلة المرور قدام ما سبيرو ويظل مكان ما سبيرو زي ما هو بقى يعملوا فندو يعملوا زي ما هم عايزين لكن لازم يتم فيه ترشيد وإدارة حديثة علشان المنتج يبقى جيد لان انا مؤمن ان تلفزيون الدولة في كل مكان في الدنيا حتى في واحدة من الديمقراطيات الغربية العريقة زي بريطانيا البي بي سي عنده ضوابط والاكثر احتراما والاكثر مصدقي اكتر من القنوات الخاصة يعني هنا المسألة تعاكست بقى عندك القنوات الخاصة اللي بيعملوها رجال أعمال وبعض رجال أعمال وعندهم أجندات خاصة او عندهم تمويل من دول النفط ما عرفش اللي بيجيلوا فلوس من السعودية اللي بيجيلوا فلوس من قطر وفلوس غريبة بمئات الملايين بالزبط ومزيعين بياخدوا تسعة مليون وعشرة مليون وبعدين يطلعوا يتكلمك عن الوطنية وعن الفقر وعن مش عارف والمواطن الكادح بقى يرحمونا يعني بقى يرحمونا بقى يخلوك عندكم شوية مصدقية يعني ولو شانت مئة جنيه من مرتبه ممكن يعني يعني يعمل مشكلة وعنا مش ضد الناس برضو عشان كلام عيدة انه المجلس القومي للمرأة لابد ان نبني على ما تم تأسيسه اذا كان فيه مشكلات نعالجها ونصلاحها وبعدين لابد ان نحط في الاعتبار التزام مصر بالاتفاقات الدولية واخدي بالك من حاجة الالتزام بالقانون الدولي بيعلو على القانون المحلي يعني بمعنى لو الدولة وقعت على معاهدة منع التمييز ضد المرأة وحصل بعد كده انتهكات حتى لو بموجة بالقانون المحلي بتعتبر مخلفة للقانون الدولي والقانون الدولي يطبق على اللوء اولوية في تطبيقها على القانون المحلي فبالتالي هيدخلنا في مشكلات عويصة يعني اللي بيحصل بالظبط في مسئلة المرأة بصراحة تم كل ما نتقدم شوية الموضوع يرجع يتنايل على عينه ورا فايه اللي بيحصل يعني اننا عزين المجتمع كله ينزقه قدام وفي القلب منه المرأة ختمل يا أستاذ جمال انا عايز اعرف وده جوز الثقافي كده ليه كمواطنين يعني ما بنهتمش بالمرأة بشكل حقيقي غير ما تبقى أم شهيد معشان تبقى أم شهيد بتبقى في خطوات تحتها طبعا تبقى أنسة وبعدين مادام وبعد كده أم عادية وبعد كده بتبقى أم شهيد أم الشهيد هي الوحيدة ليها التقدير ما غير ذلك مهانة لي متنسيش برضو أن احنا عايشين في مجتمع ذكوري يعني مجتمع ذكوري إما يجي لك مرشح رئاسي ويقول لك الرجل يتجوز أربعة يتجوز أربعة يتجوز أربعة عشان يحل مشكلة العنوسة والبطالة أربعة وحد قادر يبني بيت ويبقى معاه زوجة واحدة وعنده أولاد هيفضلوا يكافحوا طول حياتهم لما يقولوا يا بس ويجيوا يتجوز أربعة هيفتح أربعة وهم ما يشتغلوش يعني أنا مع احترامي مع احترامي الشديد طبعا للتعليم الدين وللشريعة ولكن أنا بتكلم على المستوى العاملي وفي ظل الحياة بهذا الشكل مين يتجوز أربعة ومين يصرف على أربعة وبعدين وبعدين بقولك على حاجة ده واحدة كفاية لو نأت على واحد تقضى عليه يعني أنت واخد بالك لو هي مشاكسة هتقلح حياته جحيم لو ربنا بيحبه هيرزقه بوحدة كويسة فلو أربعة مشاكسات ده قضي عليك ده على أساس ده على أساس جبل أنه هو الملك ده على أساس ده على أساس ده على أساس ده على أساس ده لازم يعدل صخفته مرة أخرى ولازم نبقى أكثر عملية وإحنا بنقول لا تصادم مع الشريعة لكن في نفس الوقت برضو ما نهدمش حقوق المرأة يعني بمعنى وقالك في المبدأ في الشريعة إن عدلتهم مين اللي بيعدل النهاردة وفي أهو إحنا حوالينا أنبية لا حوالينا أنبية ولا حوالينا رسل أنت يأخذ بالك فاللي بيظلم اللي هيظلم واحدة هيظلم أربعة فخلينا نبقى معقولين شوية يعني في التعامل مع المرأة أستاذ جمال سعداء جدا بلقاء حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى أنه يكون في نمازج جيدة حقيقي من الرجال في مصر اللي عندهم قدر كافي من الوعي يريد تخلص بقى من ظهورة الرجل النطع دي يريد يعني ظهور كتير جدا مشكرك مرة تانية على وجودك معنا وتحية لكل امرأة مصرية وتحية لكل نساء العالم من الوزيرة إلى الفلاحة